ازاي حضراتكو هاملين ايه طيب دلوقتي بقى جينا عند الجزء او جزء كده من الحاجات المفضلة جدا بالنسبة لي انا وهي الانفو جرافات او التقارير المعلوماتية اللي بيعملها المركز الاعلامي لمجلس الوزراء طيب المركز الاعلامي لمجلس الوزراء عمل حاجة لطيفة جدا 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 المراضي الحقيقة وهي تسليط الضوء على الطفرة اخد بالك الطفرة وهي طفرة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة بمعنى في قطاع الرعاية الطبية الخدمات العلاجية بحيث ان مصر تقدر توفر حياة صحية امنة وكريمة للمواطن المصري المركز الاعلامي الحقيقة بيستعرض لنا ايه اللي حصل خلال تسع سنين من تنفيذ استراتيجيات ومبادرات انها ليست مبادرة ولا اثنين ولا ثلاث مبادرات كثيرة للنهوض بالمنظومة الصحية تعالوا نشوف كده واحدة واحدة ومع بعض بصة سيدي دي الرؤية الدولية الايجابية لقطاع الصحة في مصر سنة عشرين عشرة ولا احداشر ولا اتناشر عشرين عشرة تقرير تنمية البشرية الصدر عن ام المتحدة قال انه الالتهاب الكابدي فيروس سي بيمثل تهديد صحي خطير في مصر وانه لازم يتم بزل مجهود ضخم جدا لرفع مستوى الوعي وضمان وجود برنامج قوي لمكافحته على المستوى الوطني فيش حاجة حصلت وبعدين عدت السنين وبدأنا نشتغل سنة 2014 تشوف انه تقرير التنمية البشرية الصدر عن الام المتحدة سنة عشرين واحد وعشرين يعني مش اتنين وعشرين مش تلاتة وعشرين التي شرفت على الانتهاء بيقولوا ايه بيقولوا تعد التجربة المصرية في التعامل مع فيروس سي من التجارب والنماذج الرائدة التي يحتز بها على مستوى ايهال على مستوى القارة مثلا في افريقيا لا اهال على المستوى العربي لا اهال على مستوى الدول النامية الاسواق الناشئة اطلاقا قالك على مستوى العالم اذ انطلقت حملة قومية للقضاء على الفيروس في مصر من سنة عشرين اربعة عشر منظمة الصحة العالمية في 2013 قالوا مصرته عيني من تفشي التهاب الكبد الوبائي فيروس سي مع عدم وجود خطة وطنية متعلقة بالفحص والرعاية للمصابين في هذا الفيروس عدت حوالي عشر سنين من ساعة التصريح بتاع منظمة الصحة العالمية جينا في عشرين تلاتة وعشرين واصبحت مصر اول دولة تحصل على شهادة المستوى الذهبي لاكمال مصاري القضاء على فيروس البنك الدولي سنة عشرين خمستاشر قالوا لسه قطاع الصحة في مصر بيعاني من قلة الانفاق فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للفئات الاكتر احتياجا وانه اتنين وسبعين في المية من تكاليف الرعاية الصحية تتم تغطيتها من الجيوب الخاصة للمواطنين ده كلام البنك الدولي في عشرين تلاتة وعشرين مدير قطاع الصحة للشرق الاوسط وافريقيا في البنك الدولي صدر تصريح بيقول ايه انه لمن دواعي سروري ان نعمل جنبا الى جنب في شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل اخد بالك بقى في مصر واود ان اشيد واهنق مصر بمدى تقدم العمل بالمرحلة الاولى كما نتطلع الى رؤية دخول محافظات المرحلة التانية للتأمين الصحي الشامل هو هنا اللي بيعنيهم هل المواطن بيدفع من جيبه الخاص نظير الرعاية الصحية ولا الدولة هي اللي بتقوم فمع انتهاء المرحلة الاولى ونجحها كانت الاشادة من مدير قطاع الصحة للشرق الاوسط وافريقيا من البنك الدولي تعالي ناخد اللي بعدها طيب بنكمل في الرؤية الدولية الايجابية فهتلاقي هيئة الامم المتحدة للمرأة بتقول انه الحكومة المصرية كانت سريعة جدا في اتخاذ تدابير للسيطرة على انتشار فيروس الكورونا والتخفيف من اثاره الاجتماعية والاقتصادية وتم رصد مبالغ كبيرة لتمويل خطة الاستجابة الشاملة والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا هنا عايز افكرك بحاجة مهمة جدا افكرك بانه الاخوان وغيرهم وبعض الجهات التي تعادينا قالت لك مصر يا جماعة مع الكورونا هتضيعه ومش هيجيبه لقاحاته ومش هيوفره لقاحات للناس ومش هيعمله ومش هيساوه احنا وصلنا لمرحلة لو تتذكر انه كادت الدولة تتحايل على مش تتحايل بمعنى انها بتتحايل عليه بتتحايل بتزن على المواطن التطعيمة هو ومجاني والطعم حطينا في كل بقعة من بقاع المحروز يا رجل ده عند محطات المترو في المولات طرق ابواب احنا جايين نطعمك بل ان احنا لعبنا كمان دور مهم ناحية اصدقائنا واشقائنا في افريقيا شوف المفوضية السامية لامتحدة لشؤون اللاجئين قالت نشيد باطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة لتشمل الاجانب المقيمين في مصر بما فيهم اللاجئين وملتمسوا اللجوء في منظرنا الضيوف فوربس بتقول بتعتبر الارادة السياسية لمصر هي احد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح القضاء على فيروس التهاب الكابدي الوبائي وهو فيروس سي حيث شجعت مواطنيها على المشاركة في البرنامج وجعلت حملة 100 مليون صحة واحدة من اكبر برامج الفحص الصحي في العالم مش في الاقليم مش في القرى في العالم تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 واللي صادر عن الامم المتحدة ايضا قالوا اطلقت مصر من سنة 2014 العديد من المبادرات الصحية اللي بتستهدف تحقيق الاهداف الاستراتيجية لقطاع الصح والنهوض بالصحة العامة للمواطنين في اطار العدالة والانصاف ده بالاضافة لتحقيق تغطية صحية شاملة وخاصة مبادرة 100 مليون صحة لدعم المرأة المصرية مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والانيميا ما بين طلاب المدارس ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار طبعا دي المبادرة التي انفق فيها المليارات لأجل المصريين تعالي ناخد الصفحة اللي بعدها السيدة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر قالت تعتبر مبادرة 100 مليون صحة والتغطية الصحية الشاملة تجربة مصرية رائدة ونرى صورة متكاملة لمفهوم الرعاية الصحية جيرمي هابكنز ممثل منظمة اليونيساف في مصر قال انه شايف تقدم ملحوظ في مكافحة سوء التغذية في مصر وان ده بيتضح جدا في التراجع الكبير في معدلات التقزم في نقص الوزن والسمنة بين الأطفال دون سن الخامسة جون جابور الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية في مصر فقال احيي الجهود او جهود القيادة المصرية التي بادرت قبل ازمة كورونا لتعزيز الصحة العامة في مصر ويعد نظام الترصد الوبائي في مصر من اقوى انظمة الترصد الموجودة باقليم الشرق الاوسط وان اللي عملته مصر لا يمكن ان يحدث في اي من البلدان خاصة بتلك الديناميكية والجهود والكوادر اللي تم اعتمدها لتطبيق مبادرة القضاء على فيروس سي والاول مرة في العالم يتم تطبيق منهجية تدمج فيروس سي مع الامراض غير السارية برونو مايس الممثل السابق لمنظمة اليونيساف في مصر قال المؤشرات الصحية في مصر بتشهد تحسن في الفترة الاخيرة والمنظمة شايفة ان المبادرات اللي اشتغلت عليها الحكومة المصرية كفيلة بتحسين الوضع في مصر تعالوا نشوف صفحة اربعة لسه الناس بتقول ايه شوف يا سيدي برضو منظمة الصحة العالمية احنا عندنا تحسن بمقدار خمس نقاط يعني 2015 كنا 65 نقطة في 2021 مش بقولك 22 ولا 23 التي شارفت على الانتهاء بقينا 70 نقطة نفس المنظمة انا اسف منظمة الصحة العالمية فيقول وجماعة حصل انخفاض في نسبة انتشار التقزم بين الاطفال دون سن الخامس لان احنا كان عندنا المعدل من 2005 ل2015 22 و 18% في سنة 22 انخفض المعدل وصولا الى 20.4% منتدى الاقتصاد العالمي والاكيناميك فورم مصر تقدمت 39 مركز في الحصول على الخدمات الصحية كنا في المركز 111 لحد سنة 2019 اما في سنة 2021 وصلنا للمركز 72 ده يخليك تسأل كده نفسك الله يا ترى هل ترى واحنا في نهاية 23 هنبقى في المركز الكام بالتأكيد في مركز افضل واكتر تقدمك منظمة الصحة العالمية اتكلموا على انخفاض وفيات الامهات لكل 100 الف ولادة حية احنا كان عندنا المعدل تقريبا 33 حالة وفاة ما بين الامهات اثناء الولادة ما بين كل 100 الف ولادة ده سنة 2015 في 2020 تاني مش 21 ولا 22 ولا حتى 23 بقينا 17 حالة وفاة وان شاء الله المعدل ينخفض اكتر من كده كمان مع صدور التقارير الجديدة البنك الدولي بيتكلم على انخفاض معدل وفيات الموليد لكل 1000 مولود حي كنا 13 حالة وفاة في 2014 21 21 بقينا 10 حالات فقط واعتقد ايضا ان المعدل لازال في انخفاض منظمة الصحة العالمية اتكلمت ايضا على وفيات سرطان الكبد لكل 100 الف شخص كان المعدل ده معدل عشان لما تلاقي علامات عشرية تبقى فاهم ان ده معدل 27 و 18 حالة في 2014 سنة 19 بقينا 24 وفاصل 5 يعني لم يحسب 2020 ولا 21 ولا 22 ادي 3 سنين واحنا في شهر 11 ممكن اقولك و23 ادي 4 سنين وبالتأكيد هتلاقي المعدل اقل من ذلك كمان نفس المسألة في انخفاض وفيات السكتات الدماغية لكل 100 الف شخص انخفضنا في سنة 2014 كنا 46 و 3 من 10 في 2019 بقينا 43 و 8 من 10 طيب الوفيات الناجمة عن امراض القلب والاوعية الدموية وسرطان امراض السكر امراض القلب المزمنة ما بين سن 30 و 70 30 سنة 70 سنة كنا 29 و 2 من 10 في المية ده سنة 2014 سنة 2019 بقينا 28 في المية تعال نشوف صفحة 5 طيب تحسن المؤشرات المحلية للقطاع الصحي خمس اضعاف زيادة في الانفاق على قطاع الصحي احنا في العام المالي 13-14 كان معدل الانفاق او حجم الانفاق تقريبا 30 مليار و 8 من 10 جنيه مصري اضرب تقريبا في 5 تصل الى 147 و 9 من 10 يعني 148 في العام المالي 23-24 فمشروع الموازنة بتاع العام المالي خمس اضعاف زيادة في مخصصات الادوية لانه كانت المخصصات في نفس ذات العام المالي 13-14 كنا 2 و 9 من 10 وصلنا في مشروع موازنة 20-23-20-24 لـ 14 و 6 من 10 طيب تكلفة العلاج على نفقة الدولة في الداخل 13-14 العام المالي 13-14 كنا 3 مليار جنيه العام المالي الذي انتهى بالمناسبة اللي هو 22-23 تم انفاق 17 مليار جنيه في العلاج على نفقة الدولة في الداخل طيب اكتر من ضعفين زيادة في عدد المواطنين حتى برضو انك عشان تبقى شايف المسألة بكل جوانبها المسألة مش بس في المبلغ ده انا بكلمك في عدد المواطنين اللي استفادوا من العلاج على نفقة الدولة هتلاقي ان احنا كنا الاول كنا قل من مليون كنا 960 ألف بني آدم هم في العام المالي 13-14 في العام المالي 22-23 وصلنا الى 2 مليون و 2 ألف اتمنى طبعا يعني انه العدد ما يزيتش انا اتمنى ان العدد ما يبقاش موجود الناس كلها تبقى صحة حلم يعني طيب تعال نشوف الزيادة في تكلفة التأمين الصحي احنا في 2014 كنا 6 و 7 من 10 لكن في 23 وصلنا الـ 45 و 8 من 10 مليار يعني احنا بنتكلم تقريبا في 7 أضعاف تكلفة التأمين الصحي طيب هل حصل زيادة في عدد الأفراد المنتفعين لانه ممكن واحد يقولك ايه اه ما هو التكلفة زادت لانه اسعار كل حاجة زادت لا انا عندي 27 و 8 من 10 في المية احنا تقريبا 28 في المية حجم الزيادة الاول كان المستفدين او المنتفعين 54 مليون دلوقتي المنتفعين من التأمين الصحي 69 مليون ناسة تعال نكمل صفحة 6 المشروعات الصحية هل كلها لأ هناخد ابرزها احنا بنتكلم على حوالي 1135 مشروع تم ومن ضمنهم جاري التنفيذ طيب التكلفة وصلت الى 98 مليار و 500 مليون جنيه مصري طيب عدد المستشفيات زادوا الرقم بيقول ان احنا كنا 1673 مستشفى في 2014 دلوقتي بقينا 2000 مستشفى يعني زيادة 19.5% تعال نشوف عدد مراكز الغسيل الكولوي في 2014 احنا كنا 342 مركز بقينا 753 مركز طب حجم الزيادة او معدل الزيادة قد ايه اقولك 120.2 من 10% طيب عدد الوحدات ومراكز الرعاية الاولية احنا كنا في 2014 4607 وصلنا في 2300 ل5426 نسبة الزيادة 17.8 من 10% وجاري الزيادة عدد الحضانات كنا 2850 وصلنا ل3729 يعني زيادة تقريبا 31% طب وحدات تمركز الاسعاف الزيادة معدلها تقريبا 58.6 من 10 لانه عدد الوحدات كان 1081 وصلنا الى 1715 في حد دايما هيسأل لك طب ايه الهدف من انك انت بتاعها يا ربدا الهدف انك انت تبقى عارف الهدف انك انت تبقى عارف الهدف الرئيسي هو المعارفة ممكن مش هتبقى مركز بدقة في كل الارقام اللي انا بقولها في حين انها موجودة يعني احنا قصدين نحطها لحضرتك على الشاشة علشان تشوفها الفقرة كده كده هتلاقيها موجودة على يوتيوب تقدر دايما ترجع لها وتعرف وتفهم ده حقك في المعرفة تبقى فاهم البلد حصل فيها ايه من 14 لحد دلوقتي لانه دايما في ناس عندهم كده ايه الدعوة لانه هو ايه اللي حصل هو ما حصلش حاجة اصلا مفيش حاجة بتجرى اصلا مفيش اصلا لأ ده احنا اللي بناخده الحقيقة كل مرة من المركز الاعلامي المجلس الوزراء بيقولك هو مفيش قطاع في الدولة ما حصلش في نمو ونمو ملحوظ وبالاضعاف طيب تعال نشوف سلايد كمان بعد اذنكم اخترونا ايه ماشي سلايد 7 بصها سيدي منظومة التأمين ايوة دي مهمة فعلا منظومة التأمين الصحي الشامل وانا زورت المركز بتاع المجمع الطبي بتاع الاسمالي هذا المجمع الفقق يعني بص منظومة التأمين الصحي الشامل ايه الهدف اكيد تحسين صحة جميع المواطنين بتغطية صحية شاملة في اطار العدالة ادي واحد اتنين واعلى معيير الجودة التأمين الصحي الشامل يا سادة انا اسف متقسم لست مراحل حلو من خلالها ست مراحل دول نوصل الى المنظومة المتكملة فيبقى عموم الجمهورية طيب تكلفة المرحلة الاولى بس تخطت الواحد وخمسين مليار جنيه مصر المرحلة الاولى دي كانت ايه كانت بورسعيد طبعا اول محافظة اتعامل فيها تأمين الصحي الشامل معاها لقصر معاها الاسماعيلية معاها اسوان السويس جنوب سينة ست محافظات وخد بالك من التوزيع عامل ازاي بنتكلم على بورسعيد خط القناة في اعلى في الشمال بنتكلم على البحر المتوسط اسماعيلية في وسط القناة اسوان ونقصر من الجنوب السويس هي اول القناة يبقى كده خط التلات مدن بتوع قناة السويس وجنوب سينة ستة مليون مواطن تم تسجيلهم في المحافظات الستة اللي هم بتوع المنظومة الاولى اكتر من ربعمية وخمسين الف عملية جراحية اتعملت من خلال التأمين الصحي الشامل اكتر من واحد وتلاتين مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقدمها من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الاولى اكتر من ثلاث تلاف حزمة طبية وعلاجية يتم تقدمها تحت مظلة هذا التأمين طيب هتيجي تقول لي يعني هو بيغطي اقول لي بص اسمع على سبيل المثال ابرز الخدمات وليست كل الخدمات عمليات القلب المفتوح مشمولة جراحات وابل الاستقصال اورام البنكرياس مشمولة جراحات زرع القرنية والاسطرة القلبية والمخية وهي شديدة الدقة مشمولة تشوهات ووجاج العمود الفقري مشمولة دول اربع امثلة بالمناسبة شديدة الحساسية اربع امثلة عالية التكلفة جدا اول حاجة هتسألها طب احنا بندفع كام هقولك الحد الاقصى عشان بستبقى فات الحد الاقصى اللي بتدفعه 300 جنيه مصري فقط لا غير شامل الضرائب والدمغات هيا ما فيهاش ضرائب ولا حاجة شامل الدمغات الرسوم هيا 300 جنيه ده فيه اقصى الاحوال لا قدر الله اذا فلان الفلاني اتعرض لشيء ضخم وجلل صحي ده بمنتهى البساطة وان كان مثالا اراه عظيما بس ده مثال فقطع واحد ده مثال يوريلك مصر كانت فين وتحركت لفين خليني اشكر المركز الاعلامي مرة تانية تابع لمجلس الوزراء و نشكر الارادة السياسية الحقيقة اللي اشتغلت على ده لانه اي شيء وده بالمناسبة في اي دولة لو ما كانش فيه ارادة ارادة سياسية لتحقيق شيء ما ما بيحصلش وديكو شفته لحد الفين وعشرة عمليا كانش فيه حاجة تقريبا سيبك اشتركوا في القناة